خلينا نحكي الطاقات قبل ما ننسى بس الطاقات عم بتكون جدي عم بتكون حمل خوس دلو نارية ممكن مائية كتير مائية ترابية فعم بشوفك في عندك شوية نقص في المادة او عم بتعاني هاي الفترة ولكن رح كتير تتغير الامور شوي نمسك ايدنا لبرج العقرب لانه شوي المادة رح يكون فيها شوية صعوبات خلينا نحكي قلنا في موضوع اجله انت كنت والان صار في امل كبير كنت معلق امالك على موضوع معين هذا الموضوع خاص ممكن يكون خلينا نقول السيناريو الاول في العمل اه في شخص من برج مائي ممكن يكون دلو اه ممكن يكون اي برج مائي او ممكن يكون ناري اه هذا الشخص اه ممكن يساعدك في او شراكة في في العمل ممكن تفتحه مشروع جديد ممكن هذا الشخص المهم انه اه رح يساعدك في موضوع العمل لو كان في عندك اه شخص بهذا المواصفات في العمل فهو حي ساعدك اذا كان موعدك في موضوع معين اه شايفة في امني عم تتحقق اه شوي شوي قلتلك تمسك شوي على المادة في اول الشهر اه بعدين رح تجيك وفرة معينة اه اما يعني من ناحية العمل او قرض او اي شي يعني اه بنت انتظره اه رح يصير في وفرة شوي شوي ولكن في اول الشهر شوي نمسك اه ايدنا شايفة في امني عم تتحقق اما في العمل اما في العاطفة اه عم بتكون في العمل اكتر انا شايفيتها يمكن اللي ما عنده عمل يمكن اه هذا الشهر اه كمان شخص بنفس المواصفات نفس الشخص اللي قلت عليه يعني حيساعد اذا كان عندكم بالعمل او وعدكم في عمل معين اه عم بشوف اه في اطفال هون في اه في فرصة حمل للناس اللي عم بيستنوا اه فرصة عمل عقرب يا عقرب اه عندك طاقة سلبية وعني لحد الان انا مبسوطة انه ولا برج طلع له هذا الشهر يعني طاقات سلبية بس انت اول واحد يا برج العقرب للأسف اه في طاقة سلبية موجودة في اما سحر حسد عين موجود عندك عم بسبب لك اه تأخيرات ومشاكل اه على جميع الاصعدة على جميع الاصعدة شوية تأخيرات شوية اه عم يفهموك غلط يمكن الناس هاي الفترة اه ولكن سرعان ما شوي شوي تصبط الامور وتكون انت الامبراطور خلينا نقول انت المتحكم في الموضوع رح قلتلك في عندك انتصار ولكن من بعد انتظار يعني الانتصار ما رح يجي في اول شهر شوي شوي رح يجي في نهاية الشهر يمكن في اخر اسبوع او اخر اسبوعين اه رح تحقق نصر على اه شخص هذا الشخص ممكن يكون اه برجه ترابي او مائي اذا كان اذا كنت عارف طاقة او طارق عارف اه برجه اه شايفك اه عم بت يعني من بعد ما كنت اصرف من بعد ما كنت اه طبعا صريف العقرب من الناس الكريمين يعني اللي يصرفوا بدون حساب فشايفيتك اه بعد ما صرفت مبلغ كبير يمكن على الرفاهيات على هاي الامور عم تمسك ايدك كمان ترجع اخر الشهر فانا عبوصيك هذا الشهر كل ياتو اه انو تمسك ايدك مش بس يعني وتفكر بشكل عام بالمادة بشكل احسن من هيك لانا شايفك عم تعطي الرايح والجاي او عم بتفرق نعطي احنا وطبعا مطلوب انه نعطي في هاي الحياة ولكن اه شوي بتفكير بعقلانية اكتر من اه نفتح شوي على العاطفة نشوف لمحة عاطفية اذا كنت متزوج اذا كنت متزوج يا برج العقرب ففي بس مشكلة بسيطة ممكن اه يصير فيها يمكن كلام جارح يمكن اه امور هذا في النصف الاول من الشهر ممكن يكون فيها كلام جارح امور بتطلع لبرة يمكن اسرار العيلة عم تطلع لبرة اه المهم مشكلة ولكن رح تجدازوها هاي المشكلة من بعدها رح تفكر في انك تطلق تنفصل انك تاخد قرار مصيري في هذا الموضوع اه ولكن سرعان انا ما عم بشوف بقوم شوي شوي عم بتروء الامور وعم بتتعلق اه موضوع الطلاق في الى لفترة اخرى او اه وكأنك عم تنسى الموضوع اه اه شايف فيه مصالحات خاصة اه حكينا للمتزوجين اللي هم بناتهم مشاكل وحتى الاشخاص التانين كمان شايف فيه اه مصالحات اه شايف فيه مواضيع جدية ممكن تنفتح اه في هذا الشهر او هاي الفترة ممكن تمتد كمان لنص نوفمبر يعني مش بس اكتوبر اه شايف فيه شخص عم برائبكم اه اللي هو الشريك طبعا فيش غيره فيه مراقبة من جهتك ومن جهته اه عم بتكون هذا الشخص اذا كان ناري او اذا كان هوائي فهو يعني مية بالمية راجع هذا الشهر وهو اللي رح يرجع اه كمان الابراج الاخرى يعني الطاقات الاخرى كمان طبعا وارد لانه هذا الكرت جدا ايجابي اه ولكن انا قلت هذيك الطاقات يعني بنسبة اكبر خلينا نحكي هذا الشخص عم برائبك عم يعني مش ناسيك فيه تواصل روحاني قوي عم بيكون بينك وبينه شايفي فيه علاقة ثلاثية كانت موجودة في الماضي وعم تنتهي الان لانه مائلها وجود كانت موجودة في الشهر الماضي عم بشوفها في هاي الفترة عم تنتهي وعم بتزول مائلها اه لكن هي هون عم عم تتفرج من بعيد عم تحقد حسد حقد اه من هذا النوع لكن شايفي انا الامور بشكل عام جدا ممتازة اه شايفي معجب ممكن يكون من برج اه ترابي او اه ناري اه عم بتطلع من بعيد لبعيد هذا الشهر ممكن انه يتقدم بخطوة خلينا نحكي ناحية العلاقة هذا الشخص على فكرة اه قلبه صافي ونيته صافية اذا كان بالطاقات اللي انا قلت عليها خلينا نشوف اه مسج من الحبيب اذا كان بعيد او قريب يعني نشوف ايش حابب انه يقولك مش قادر او من عقل الباطن مثلا مسج كلمة اه اكتر من هيك عبس اه نشوف اذا في تحذير هذا الشهر او حتى بشارة او شيء للعقرب اه التحذير اللي قلنا عنه قبل شوي اه من ناحية المادة نمسك ايدنا فيه تشالينجز معينين فيه شوية مشاكل رح تكون اه خاصة في العمل اه انت رح توصل القمة ورح تنتصر ولكن من بعد شوية صعوبات ومن بعد شوية اللي هم تحديات قلنا فبس نصبر اه شوي ما نعصب ما ناخد قرارات اه صادمة سريعة لانه برج العقرب عم يعصب كتير هاي الفترة عم بيكون طاقة نارية مبين من الوراء اه شوي سورين حركت الكانيرا لا طلعلك كتير رح اقرأهم كلهم عفكرة اول شيء اه لا هذا تحذير اكتر ما هو هي نصيحة يعني بس بنصحك بانه تدير بالك من الاصدقاء اللي عاملين حالهم اصدقاؤهم اساسا اعداء بحذلك من طاقة سلبية يمكن ظهرت قبل شوي شفناها بقولك اسمع للطرف الاخر يعني ما مات اه قلتلك قبل شوي ما تتسرع باخذ القرارات اسمع بشكل اه خليك مصغي مش مستمع يعني باصغاء استمع ويعني زن الامور قبل ما تاخد اي قرار بيقولك استمع استمع بس للناس التانين ويمكن معناها انه اسمع اكتر ما تحكي اه خد اكتر ما تعطي يعني اسمع اسمع وما تحكي اسرارك لحدا كتم على الامور ممكن يكون هيك معناها اشتركوا في القناة